واحد محمد عثمان نستأنف تغطيتنا هو اليوم الثاني زاخر بالمنافسات ست مباريات محمد نحن نحن نعرف عندما نتابع نحن نحن الأولى للعبارة الشامة هنا في ديماس العربة العربة حتى الاجتماع في البابلس وهذا اليوم الثاني جنبات والناقصان المترجمون بالطورة المصرحيات إنه مهنة لديه مهنة إنه يكون لديه مهنة 40 سنوات قدر أعتقد أنه يمكن أن تكون هناك إنه مجرد سيكون مجردًا مبابلس يحبباً مجردًا أتمنى أنه يسلسيه مجردًا يحبباً إلى الثالث الآن نتعرف على صدقات المتحدة في صدقات المتحدة على المتحدة الثالثة في الصلاة المتحدة في الدماث فالعغرد جمناسيوم 30.54 فلسه مع 11 مرات انظر إلى ذلك مرات أحمد خاتر جناو السلائع السلائب السلائب الزلاق السلائب homemade and gentlemen how you can see the obstacles are rather not that high simply because this i the first level of this show jumping that children are participating in so basically the obstacles not expected to be that high the compound a and b the sliding was well controlled الآن أحمد تقوم بعمل جيدًا الآن 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 إلى الثالث هذا كان مرحباً وضع وضع الآن الآن ، قدرانك بشكل مالك لدينا هناك إلى الوقت انه مرسول من النار الآن صحيح احمد جيد جيد امير الغفير الغفير على سلطان بلعك انظر هذا جميل مرحبا مرحبا الميزان سلطان بلعك مرحبا انه تصوراً سلطان بلعك انه لسلطان بلعك انظر هذه الهدفة امير الغفير مرحبا اسمه احمد الغفير الهدفة كما يمكن أن يكون هناك الكثير من المعارضة بين المعارضة والمعارضة سلطان الآن المعارضة يفعله جيدا لأنه لا يفعله بسرعة هذا هو مستقيم البعض ومستقيم البعض برأو هذا هو سويلة مقدمة سويلة أخرى المترجم للقناة المترجم للقناة إنه مجددا لتعرفة. تجد أن تجد أن تجد أن تجد الأسفل من الأسفل من المساعدة ومن المساعدة لأنها تستطيع الأسفل من المساعدة. يجب أن يذهب بسرعة في حالة يجب أن يقوم بسرعة عامر الغافي لأنه لديه حاليا يجب أن يكون لدينا قائمة في حالة عامر الغافي يجب أن يقوم بسرعة Шفل والaneyلاC انطلاق الغ萬 يجب أن يقوم بسرعة عامر الغافري أتمنى أنه يكون مباشرة وهذا هو مباشرة من هذه المعارضة لأنه كل شيء عن المعارض المعارضة من المعارضة بشر الغفي يمكن أن تكون مباشرة على المعارضة على المعارضة I believe this horse has prings on its legs. You can see how speed it is. A rabid rider indeed, I believe he's promising to make it less than 25 if he 8 5 6 6 5 5 6 6 6 7 9 9 10 10 10 12 12 13 13 14 14 14 14 المترجم للقناة أتمنى أن تكون حسنًا حسنًا المترجم الآن المترجم الآن نحن نحن تدوش على أفا أوه أوه أطلق أوه 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 أطلق سيئة الطريق سيئة أفضل أفضل لكن يمكن أن يكون أفضل سيئة سيئة أفضل 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 يمكنك زرح فكرة مفتق مفتق تنميز لا تنميز مفيه وقت صحيح مفيه نحن لم يقر قسم الحسين الآن في لونة قسم الحسين الآن في قسم الحسين الآن في نفس الشيخ المترجم للقناة مع المترجمات المترجمات مرحبا مرحبا المترجمات 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 المترجم للقناة الخاص ر villages لا جار يدد على المترجمات المترجمات تطير المترجمات من مراحبا مجرد 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 مجرد. حسناً لن يوجد عمل النسائل والثوار وثوار. المصرات المنزلية وعندما يستطيع أن تساعدنا كفاء أولاي ميكي ماؤت مع جواد الأحمد كم مرحبا يمكنك أن ترى ومعها ومعها مرحبا ما تعتقد أن تتعلم عن هذا المحيط؟ أريد أن أضعك في التعرف أننا نرى دعوة بشر وحسان هل تعتقد أننا سنحن نحن 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 نحن؟ الحواجز حذاري جواد الأحمد عليك أن تكون في غاية الحذر وفي قمة الجاهزية لم يسقط الحاجز ليس كذلك A و B مركب لا مشاكل إلى حد اللحظة جواد الأحمد ولكن ماذا عن لحظات احتساب الزمن الذي يعتد به الزمن الأصعب؟ هذه حالة جديدة من الاستدامة بالحواجز خطأ في المسلك خطأ في المسلك يبدو التسرع سببا بارزا لمثل هكذا حالات محمد عندما يكون الفارس طفلا بهذا العمر تراه متحمسا لاجتياز الحواجز واحدا إثر آخر إذن مع كل أسف خطأ في المسلك هذا احتسب لذلك استبعد جواد الأحمد ماذا عن الفارس الذي يليه نشاهد ونتابع معه لاحظ البنية الجسمانية لإسماعيل مغوط نحيل إسماعيل على ظهر جواده يعكس هذا طموحه عندما تكون بهذه البنية نحيف تماما مغوط ولكن هذا يخلق ربما نوعا من الانسجام بينه ومن الجواد لاحظ كيف يتشبث بلجامه يقولون يساعدون أن تبكبه تفكره ربما هو رادي الشيطان نحن أتمنى أن تحقق الحفظ في الزاكرة نحن أحاول أن تتحق الحفظ في الزاكرة رائع تمكنه من جواده والعين عليه باردة ممتاز مغوط رغم حداثة سمك وتكوينك العضلي الذي لا يخفى على مشاهدي هذه المباراة رائع مهود دون اخطاء 28 27 جزءا اسماعيل احسنتا مهود دون احسنتا ويقوم بمقرار مرحباً ويقوم بمقرار مرحباً هذا هو غزم الحسين والنطالي ونرى إلى مكة مع إسمعيل مغوت يمكنك أن ترى هذا المرحب المغرب من أجمل ألوان الخيول التي شاهدناها في هذين اليومين إلى حد الآن هذا الجواد الرائع الرشيق لاحظ كيف يحاكي الزهب بهذه اللمعية الجفة طبعاً لا يصين هذا تألق الفرس طفل الذي على صهوته استدام بالقائمة الأمامية وسقوط لحاجز واحد سقوط للحاجز الثاني والطريف في الأمر أن الحاجز الثاني سقط بجميع تكوينه وتركيبته أطاح بالحاجز ولم يسقطه فحسب ثمانية أخطاء مع زمن ممتاز الثاني وعشرين أربعة وسبعين الثاني وعشرين أربعة وسبعين أتماهي بالأسود هذه المرة بين الخيل والخيال أمتبهوا إلى القفزات وعين علوها لا أخطأ إلى حد الآن وهذا رائع على أمل الاستمرارية بذات الوتيرة بإمكاني أن أسمع الشهيق والزفير لهذا الجواد تخطى عشرة يا سلام الزمن صار عشرين ثانية هيا بنا إلى نهاية المسلك هيا بنا ممتاز ستة وعشرين ثمانية وتسعين صفر خطأ عمر الغفير الثلاثة عشرين صفر تسعة دون أخطاء عمر الغفير نهاية المدلحة المدلحة اللعنة عمر الغفير الأمر المدلحة عمر الغفير عمر الغفير الحال الجواد الآن الفارس هذه المرة اسمه الجواد الزمن الهدف 23.09 ممتاز 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 مدرب 20.96 هل سترون بس لذلك هل سترون بس لذلك يؤمن المقاد فهادة سترون بس من الضوء من المعين شكرا لبدا لذلك الزمن الهدف يتغير والمنافسة تحتدم بين هؤلاء الأطفال المثابرين والمجتهدين المنافسة تحتدمت وصرت محمومة بعد هذا الـ Great Score كما تقول 20-96 ممتاز جدا أجزم بأنه ليس جميع متابعين استطاعوا أن يتابعوا بالعيون ما فعله الجواد النقري إنه تقلق على عيون حظمه يجب أن يكون لديه أيضا 20 ممتاز لا أعتقد أن هذه هي جيدة و جيدة إنه جميل جداً 6 سنوات يمكنك أن تفعله إنه ليس جداً رائع 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 ماذا عن الزمن ماذا يا السلام يا السلام يكسر زمن مرة أخرى تسعة عشر ثلاثة وسبعين وكذلك فعله حاسم حاسم المصري رائع رائع حاسم المصري تسعة عشر ثلاثة وسبعين التقطوا لها الصور احفظوها هل تعتقد أنه مجموعة للمصري يمكنك أن ترى محمود وشروء مجموعة 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 تماماً عصارة جهود محمود وشروق تتجلى في هذه التسعة عشرة ثانية وثلاثة وسبعين جزء بالمئة من الثانية هذا تحدي المسلك وتحدي الحواجز هذا كان هذا حدث مجموعة جواد مجرد بالنسبةَ ما يمكنك أن يتعامل منهم مجرد مهمد أحمد قاطرجي في جونيو هي المشاركة الثانية لأحمد قطرجي هو جيد جداً في المنزل كان الثانية من الثانية الثانية و الآن يأخذ الثانية على الثانية في المنزل الأول كان يزال بلو يز ولكن الآن يزال جونيا جونيا إهدأ عليك أن تصونا فروسية أحمد قطرجي بسرعة لا بتسرع ينبغي أن يكون الإنجاز جونيور تسرع في بداية ركوب فارسه أحمد يتطلق الثاني يجب استمرار التحق كبير موضوع المتطر يجب استمرار التحق حدي بروح عالية أحمد قطرجي ينهي بـ 27.87 27.87 عمر الغفين الآن ويجب أن نرى مرة أخرى بو دعنا نرى بو بوم عمر غفير عمر غفير ياسوس جواده بو يحاول التهدئة من روع مركبه عمر هذه حالة تعثر قبل احتساب الزمن ترتكب أخطاء من هذا النوع ولكن مرة أخرى يمكن أن يكون مرحبا لأكثر من مرة العمر الغفين على الفرسان يجد حل لهذه الظاهرة التعيسة السوداء مرحبا هاديه توقف غير محسوب هاديه حرن ثانية واستبعاد لغفير على ظهري بو يجب أن يكون ثلاثة يجب أن يكون ثلاثة حظم جواد المغوت ثم عمر غفير تماما سران حسنا وليسا نحن على ستطنع من الأول عمر الغفاع اليوم الفريد النقري في سيف الس في مرحبا المغلفة المغفر منتاز رائع إلى حتى الآن ركوب هذا الفارس هذا الفارس يستجد عند الجواد كأنه يغمض العينين لهنيها يعود ويفتحهما على ألوان الحاجز فيصدام بذلك تستمر صدمة مع هذا الاستبعاد الجديد تستمرت على ألوان الحاجزة تستمرت على ألوان الحاجزة تستمرت على ألوان الحاجزة توجهات مستمرة من المدربين أثناء الركوب نسمعها مباشرة تستمرت على ألوان الحاجزة 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 تحت الأضواء تبار هؤلاء الأطفال بانتظار إعلان النتائج ومن كان الأفضل في الجولة المنتهية لتوها يعلم جميع من شاهد هذه الجولة أن حازم المصري هو صاحب المركز الأول ولكن ننتظر بقية المراكز الأولى مع قيام لجنة التحكيم تماما أعتقد أن النقري سيكون ثانيا خلف مصري يتنبأ كذلك عثمان بأن يكون المغوط صاحب المركز الثالث أعتقد أن النقري يمكن أن يكون عمر الغفير عمر الغفير أعتقد أن النقري يتنبأ كذلك الخريط الخريط من الخريط الخريط من الأممم يتنبأ كذلك الخريط من الخريط الخريط من الخريط خريط من المركز أعتقد أن النقري يتمكن من الخريط عمر الغفير اشتركوا في القناة 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 هذه تشكل مرحلة اولى ثم ثانية وما ادراك ونحن امام عشرات المرحل لذلك لا ننسى الثناء على المدربين والقائمين على تدريب هؤلاء الاطفال وتجهيزهم فنيا وبدنيا وسايكولوجيا محمد كثيرة هي العذابات وكثيرة هي رحلات التعب والسهر وكثيرة هي التدريبات وكثيرة هي التعليمات لكن النتيجة تستحق اشتركوا في القناة 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 الخامس فارس نادي الجيش أحمد قطرجي حاول على جوادين هذا الفارس شأنه شأن زملائه في مفتتح مشوارهم الفريد النقري يتوجرابعا للزمن الذي رسمه وللحالة التنفسية التي خاضها بكفاءة هذا الصباح مبروك للفريد رابع المراكز عمر غفير ونستمر مع تتويج فرسان نادي الجيش هو الثالث لفئة الأطفال لهذا اليوم جواد نقري هو أنه لفهم حسنا لفهم لأنه لفهت جائد اقبل من صفال أرينة برينسيس وعلى ظهرها حازم المصري زمن إعجازي تسعة عشرة ثلاثة وسبعين جزءا استحق أن يكون الأفضل ممتاز حازم المصري رائع فارس نادي الشرطة وكاننا نقل في أن يكون مستقلين لتحرقها وكان أرى أن يكون قرار دواد المصري في 20.96 وكان هذا ما حفزه وهذا ما خلق له حالة تنفسية قاد بعدها جولة الشرف أمامكم حازم المصري مبروك على ظهر أرينا برينسيس تتراقص أرينا ووراءها جياد الجواد النقري عمر غفير الفريد النقري أحمد قاترجي مبروك لكم جميعا وارس نقول ويروتك 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 إذن بانتظار منافسة فئة ميني تير في المباراة الثانية من أصل ست لهذا اليوم الثاني من السلام الثانية لفروسية تفزي الحواجز أنهينا منافسات تشيلدرن ونحن بانتظار ميني تير كونوا كذلك أنتم بانتظار ميني تير لا تذهبوا بعيدا بعد حين سنكون معكم من جديد ترجمة نانسي قنقر